أهلا بكل أعضاء طبعا الصفحة التعليمية تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير وقناة اليوتيوب عشاء السائنز النهاردة معادي مع الصف الثالث الاعدادي علشان أكمل لكم شرح دروس منهج السائنز طبعا النهاردة معادنا مع La sup2 اللي بيتكلم عن في التكالي المحل الحكومة وده آخر موجود عندي في يونيت ون speed of chemical reaction يعني طبعا حاجة سهلة جدا ان اكيد احنا عارفين ان الchemical reactions او التفاعلات الكيميائية اللي بتتم اكيد كلها مش بتتم بنفسه سرعة اكيد في حاجة سريعة جدا في حاجة سريعة بس في حاجة بطيقة في حاجة بطيقة جدا فلازم نبقى فاهمين ان عندنا حاجة اسمها very fast reactions او تفاعلات بتتم بسرعة شديدة ودي زي مثلا الفايرورك الالعاب النارية بمجرد ما بيطلقوها على طلبة فرقع وتطلع الشرارات اللي انتوا شايفين هدي فدي حاجة بتتم بسرعة جدا فهي very fast reaction طيب عندنا مثلا الرياكشن بتوين الاويل والكوستيك صودا اللي هي الاوه اللي هو السودام هايدروكسايد الكوستيك صودا اللي هي الصودا الكوية بيحصل رياكشن كده وبيفعلوها مع الاويل او مع الزيت عشان توفرم الصوب او عشان يعملو الصابون طبعا ده حاجة ايه مش بتتم بسرعة حاجة بتتم بط فعشان كده نوع الرياكشن هنا relatively slow ودي من الاسئلة اللي بتجي في الامتحان يقولك الرياكشن او التفاعل between الاويل والكوستيك صودا توفرم الصوب عشان يعملو الصابون تفاعل الكوستيك صودا الصودا الكوية مع الاويل التفاعل ده انا اعتبر سرعته ايه هنقول relatively slow طيب بعد كده عندنا مجموعة رياكشن بنعتبرها very slow reactions الvery slow reactions يعني تفاعلات بطيئة جدا بقى زي الرصطف ايرن ما هو الايرن او الحديد لما يجي عليه مويست اير او رطوبة او مية وكمان بيتفاعل مع الاكسجن اللي في الاتموسفيرك اير بيحصل له رصط او صدى دي ما بتحصلش في وقتها دي بتاخد ايام عشان تحصل فبنعتبره very slow reaction او تفاعل بطيئ جدا في بقى حاجة too slow reaction يعني بطيئ جدا 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 ده زي الرياكشن او بتروليوم اويل وفورميشن inside the earth تحتت بقى ان لو واتجمعت في منطقة معينة او تعرضت لضوء الشمس لملايين يعني ملايين من السنين بتكون في المنطقة دي بتروليوم اويل طبعا دي حاجة مش بتحصل في يوم وليل دي بتحصل في ملايين السنين فيعتبر الكيميكال ري اكشن ده وتكوين البترول يعتبر too slow reaction يجي لك اي اكزامبل من دول ويقول لك نوعه ايه بقى يا ترى very slow ولا slow ولا very fast على حسب احنا عايزين نفهم هنا دلوقتي انا ازاي احدد التفاعل ده سريع ولا بسيط فالconcept of speed concept of speed in the chemical او of the chemical reaction عشان نتكلم عن سرعة او بطء التفاعل الكيميائي لازم اعرف حاجة احنا اتفقنا ان مثلا الري اكشن بتاعك مثلا فيه element اسمه ايه عمل react مع element اسمه بي وتفاعل فطلع مادة مثلا تلتة اسمها c فانا دلوقتي عشان اعرف chemical reaction والتفاعل اللي تم ما بينهم بسرعة والله بقطء او اعرف انه انت خلص وانتهى اكيد لما لاقي ايه وبي دول ما بقوش موجودين وفي مادة جديدة عندي تكونك تمام طب بنحسبها من الconcentration بنحسبها من الconcentration يعني من التركيز يعني ايه انا دلوقتي لما جيت بدأت in the beginning of chemical reaction او في بداية التفاعل الكيميائي اللي حصل ان الرياكتنت بتوعي او المواد اللي تفعلوا مع بعض مثلا اللي هما الايه والبي كانوا ظهرين كانوا موجودين اهو يعني انا عندي الرياكتنت بتوعي او المواد بتاعتي اللي متفعلة كانت كبيرة كميتها كتير جدا طب انا لما التفاعل ده تم ايه اللي حصل بدأ لو تلاحظوا الconcentration او التركيز بتاع المواد المتفعلة يقل ليه لانها رياكتتو جزر اتفعلت مع بعض فبالتالي اختفت بقت الconcentration بتاعها الليل جدا او zero يعني ما بقتش موجودة ليه لان في مادة جديدة اللي هي سي اتكونت فقابلت تلاقي مادة جديدة اصلا ما بقتش موجودة في البيجنينج او في بداية التفاعل بدأت تظهر 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 فهي دي بقى البروداكت او الريزلت بتاعتي النتيجة بتاعة التفاعل يبقى دلوقتي احنا عشان نقدر نحدد البيجنينج او سرعة التفاعل هشوفوا المواد اللي حصلها او تفاعل سواء اختفت امتى وبدأ يظهر المادة الجديدة اللي هي البروداكت او المنتج النهائي او المادة الجديدة اللي اتعملك وفيه من الأسئلة المهمة جدا اللي بتجيلي في امتحانات دايما يقولك add the beginning of chemical reaction يعني في بداية الchemical reaction الconcentration او التركيز مثلا بتاع الرياكتنت تركيز المواد اللي اتفاعلت مع بعض كان ايه طبعا كان كبير جدا لان انا حطيت المادتين هم عشان يتفاعلوا سواء during بقى وafter chemical reaction بعدما الchemical reaction يتم هلاقي الconcentration بتاع الرياكتنت زيرو ما بقوش او بي دول ما بقوش موجودين خلاص اختفوا وظهرت لي مادة جديدة اللي هي ال c اللي هي ال product او resultant ناتج التفاعل اللي هي اصلا ما كانش موجودة في الاول لان انا كنت بحط ال a وال b مثلا المادتين الرياكتنت اللي تفاعلوا سواء فال c دي ما كانش لسه موجودة فالconcentration او التركيز بتاعها في ال beginning كان زيرو تمام لكن بعدما ال chemical reaction تم بصيت لقيت كده في end of chemical reaction ال concentration والتركيز بتاع ال product تبقى 100 علي او يبقى نحن نبالنا من السؤال المهم في الامتحانات ده جدا اني قولي add the beginning of chemical reaction وانا بدي ايه التفاعل طبعا انت حاطت المواد اللي هتتفاعل مع بعض فبالتالي ال concentration او التركيز بتاع ال reactant بيبقى 100 بيبقى علي جدا لكن ال end of chemical reaction في نهاية التفاعل بيبقى zero العكس بالضبط بيحصل في result او في product في الناتج الاول اول ما انا بدأت التفاعل add the beginning of chemical reaction ما كانش في حاجة اسمها product ما كانش في حاجة ولا مادة تكونت فال concentration كان zero لكن بعدما التفاعل تم في ال end of reaction بقى 100% او تركيزها بقى 100% يبقى انا اول ما ابدأ في التفاعل المواد المتفاعلة بتاعتي ال reactant بتكون 100% حطاها بكمياتها بعد في ال end of chemical reaction بعدما التفاعل يتم خلاص zero ما بقوش موجودين اختفوا لانك ظهر لك مادة جديدة اللي هي ال product او الناتج فال product كان في الاول zero في ال beginning of reaction ما كانش لسه تكون لكن لما تكون في ال end of reaction بقى construction او تركيز 100% طي يبقى احنا زي ما فهمنا كده من الجزء اللي احنا شرحناه في ال page اللي قبل دي نفهم ان at the beginning of reaction يعني اول ما التفاعل في البداية كده بتاعت التفاعل الكيميائي هلاقي concentration التركيز concentration التركيز بتاع ال reactant او المواد اللي اتفاعلت مع بعض التركيز كبير جدا 100% لكن concentration بتاع product ما هونا لسه ما فيش حدا كونة عنجي فهو zero لكن لما باجي بقى في end of chemical reaction او في نهاية التفاعل بتاعك concentration او التركيز بتاع reactant بيبقى zero لانهم اختفوا ما بقوش موجودين وتكون لي مادة product جديدة concentration او التركيز بتاعها هو 100% فانا من هنا اقدر اعرف ال speed of chemical reaction بايه انه هو عبارة عن change in the concentration الاقي النسب او التركيزات بدأت ايه تضير تختلف التركيزات مين reactant اللي هي المواد اللي دخلت في التفاعل والresultant اللي هي product انا اقدر اعرف ان التفاعل خلص لما لاقي concentration اللحظ التركيز بتاع reactant وبتاع product اختلف طبعا اتى unit time يعني time passes او بمرور الوات بص لائي المواد اللي انا كنت حطاها بدأت تختفي بقى تركيز ها zero يظهر لمواد جديدة مادة جديدة كده chemical reaction بتاعي خلص واقدر اعيس بقى الspeed بظهور المادة جديدة واختفاء المواد اللي كان بدي تفاعل reactant اعرف صرعة التفاعل او الspeed of chemical reaction هنا من الاجامبل اللي تطلب كتير في الامتحان وبتسئل عنها كتير جدا في الامتحانات يقول لك nitrogen pentoxide nitrogen يعني N N2 والpentoxide يعني penta اللي هي number 5 وoxide من oxygen يبقى O5 يبقى nitrogen pentoxide اللي هو N2 O5 وبنحط N عشان أنا باخد منهم A2 فنبص نلاقي ان في chemical reaction دي دي المادة اللي دخلت التفاعب فأبص ألاقي ان هي بيحصل لها decomposition او break up بتتكسر وبتتحلل لفور من N O2 اللي هو nitrogen dioxide ومعايا oxygen evolve او جاز يتصاعد اللي هو oxygen gas طيب يبقى احنا لازم نبقى فاهمين ان nitrogen pentoxide N2 O5 بيتحلل ودي decompose وبيتفكك nitrogen oxide N O2 ومعايا O2 ونذكر بقى الوزن التاع الفيرملا دي الارقام بتاعت فهنا زي ما احنا اتفقنا ان انا عندي في الاول يعني انا حطيت مادة نتركزها في الاول 100 حلو ده في في بداية ما جينا نعمل التفاعل ده لكن البرودكت اللي هم اللي هم O2 O2 النايتروجين دا او الاكسجين كانوا زيروا ما كانوش اصلا اتواجدوا ولا تكونوا لكن بعد ما التفاعل خلص اتحول الكون او التركيز اللي كان 100% بتاع النايتروجين بين او ما بقتش موجودة لكن وتفكك وانفصل واتحللك اتكون منها اكسجين وتكون منها نايتروجين O بايوكسايد فتركزهم بقى 100 بعد ما كان في الاول 0 اول ما المواد دي تكونت انا عرفت ان الكميكال ريأكشن خلص ببدأ احسب الTIME بظهور الريزلت بتاعي او البرودكت بتاعي الوقت اللي فات قد ايه فانا كده عرفت البيد الكميكال يعني انت عندك يديك الاقوشن او الفرم لدي يقول لي في 2x ادي الـ x لده المادة اللي دخلت التفاعلي بهي الرياكتن فالمفروض انها حصل لها دي composition وتفكك وتحلل ل2y plus is z طب انا المفروض عندي replace the number السؤال replace the number replace the number thrown on the figure with as a suitable substances x y z يعني انه المفروض عندي 3 اسهم في الجراف او في الرسمة دي انا اللي اكتب عليها مين x ومين y ومين z تمام فهدأ كده نمشيها واحدة واحدة مع بعض وهو سؤال سهل بيتكرر كتير في الامتحانات وفكرة سهلة او ازاي بقى ان انا عندي الاول عايزة احدد مكان ال x طيب عايزة احدد مكان مين مكان ال x فانا موجودة عندي هنا دلوقتي ال x هي المادة ال reactant يعني المتفعلة فطبعا احنا قلنا في chemical reaction او في بداية التفاعل المادة اللي انا حطوها اكيد اللي هي x اللي هي reactant بتاع فاللي هي تركيزها 100% شايفين الTIME الTIME هنا بالمنت كان zero يعني احنا في الاول بصينا لقينا الconcentration مين اللي تركيزها عالي المادة reactant اللي اتفعلت اللي هي x فيبقى المادة اللي فوق دي هي مين هي x فراخ كتبة هنا كده عندها x بعد كده x دي المفروض after chemical reaction حصل دي composition وتحللت الY والZ فعندي هنا الY المادة اللي تكونت الاول هلاقي هي المادة اللي تكونت دي اللي هو الخط اللي طلع لي في الاول ده فدي الY وبعد كده وكمان خلي بالكم ان الY في منها اتنين فعلشان كده هي اكبر من الخط التاني بتاع الزد لكن الزد هو المادة التانية اللي تكون كده بقى اللي اسمه Z وده اسمه Y يبقى اكبر زي ما اتفقنا هنا ان احنا عندنا ايه عندنا الX هو الرياكتنت او المادة اللي اتفعلت فانا عايزك تبص على الخط بتاع الوقت وانت زيره يعني انت في كان مين اللي وتركيزه عالي ده الخط ده لكن بصت كده في بعد ما الرياكتشن انتهى بقى زيره يعني المادة اختفت اللي كانت بتتفاعل لانه تكون لك قصادها مادتين تانيين فتكونت مادة Y اللي هو الخط اللي كان طالع فوق والمادة اللي هي Z اللي هو الخط اللي كان نازل تحت نفس الكلام بيتكرر في الانتحانات نيجي بعد كده يجي لك سؤال بعد ما مثلا حلت سؤال جراف زي كده يقول لك ازاي نقص وازاي نقدر ال احنا اتفقنا ان انا اعرف منين ان التفاعل بتاقي خلص وابدأ احسب الوقت اللي تم فيه ان انا الاقي فاكتين يا اما اركز مع المادة الرياكتونت او الرياكتونت المواد اللي تفاعل اختف امتى يا اما اركز هي المادة الريزيلتونت او البرودكت الناتجة المادة اللي تكون الجديدة وابدأ اتصغر امتى يبقى عبارة عن الرياكتونت او الرياكتونت يا اما مادة من المواد اللي تفاعل تختفت يبقى كده التفاعل خلص سبق اختفت ودسابيرنس معدوات قدقية يا اما الرياكتونت اللي مادة مثلا هتتكون جديدة بعد وقت قد ايه يبقى انا كده حسبت الرياكتون فلما يقول لي الرياكتون كان بي ميجرد باي يعني انت تقيس سرعة التفاعل بتاعك باي اقول يا اما دي سابيرنس اوف وان اوف رياكتونت او ابي رانس اوف ريزيلتونت يعني يا اما مادة جديدة تظهر احسب ظهرت بعد وقت ايه او مادة من لنا الرياكتونت اللي كنت حطاهم يدفع له مع بعض اختفت فعايزة اعرف اختفت بعد وقت ادي ومن هنا اعرف الكيميكال رياكشن اللي سبيد او حصل في تايم ادي طيب عندنا هنا مثلا لما بنيجي نتكلم طبعا دي حاجة مهم انه بيقول يعني يعني انا عايزة فهم عايزة طبق الكلام ده عملي حتة الاسفيد او سرعة التفاعل حسب نها ازاي فيجي هنا مثلا ما بين الان اللي هو السوديم هايدروكسايد ده اصلا يعني انا حط مادة ملهاش لون اسمها سوديم هايدروكسايد وحط معها مادة تانية تتفاعل معها اللي هو الكبر سلفيت وده بلو كالر لون وازرة يبقى انا كده حط مادة ملهاش لون مع مادة بلو كالر واللي اتنين هيتفعل سوا فالمجموعة دي كده اسمها المواد المتفاعل بعد ما اتفاعل انا حطيت المادتين على بعض لاحظت ان في مادة جديدة اتكون اسمها ودي كالر لست بغضو وتتكون معاك راسب السهم اللي يكون لتحت يعني ده حاجة ترصبت كده في الاتبال مثلا او في امبوبة الاختبار اللي هو الكبر وده لونه بلو كالر كمام وترصب عندنا في امبوبة الاختبار فانا ازاي اعرف دلوقتي بتاعي تم في وقت او السبيد او السرعة بتاعته هبدأ الاحظ يعني انا كان عندي مادة انا اللي هي الكبر سلفيت ال سيو اس افري اختفت حصل لها دي سبير افهم ان التفاول خلص فحسب انها حصل لها دي سبير واختفت بعد وقت ادي ايه كده انا عرفت والتفاول بتاعي تم في وقت ادي يا اما الطريقة تانية ان في تتكون او في مادة كده ترصبت ولونها ازرق فاول ما شوف انبوبة الاختبار مادة ترصبت لونها ازرق بدأت تنزل للتيوب في الانبوبة من تحت زي ما اكنا شايفين في الصورة دي مادة كده بدأت تترصب وتنزل تحت شايفين ها اهي تتكون اهي وبتستعد عشان تنزل في التيوب من تحت ولونها بلو يبقى ده واحد من الريزولتنت او تتكونت من البرودكت اعرف تتكونت بعد وقت اقدي بانا كده احسب الكميكال ريأكشن بتاعي تم في وقت اقدي والسبيد بتاعت هم حاجة مهمة ان انا بقى عارفة ان افكترز 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 ايه العوامل الافكترز واللي بتأصر على الكميكال ريأكشن بتاعي والسبيد ممكن يتصرع ويدبط هم اربعة core factors او اربع عوامل اول واحد اثمه nature of reactant nature of reactant والتاني اثمه concentration of reactant والتالب temperature of reaction والرابع catalyst طبعا يقولك في الامتحان ايه الفاكتر افكتر الكميكال ريأكشن اللي بيأثر على الكميكال ريأكشن بتاعك وعلى سرعته يخليه سريع يا بطي في فور فاكترز او اربع عوامل nature of reactant يعني طبيعة المادة اللي انا حطاها وهندرسهم من خلال حكتين هنتكلم عن الريأكتنت او المواد اللي حطها تتفاعل مع بعض من ناحية حكتين والحكتين دول ممكن يؤثروا ان الكميكال ريأكشن يبقى الكميكال بتاعته increases أو decreases هنتكلم عن الكونسنترشن of reactant يعني انا حطى المادة دي الكونسنترشن التركيز بتاعها ادعي كثير ولا لاي هنتكلم عن temperature of reaction يا طرع مع الhot water ولا الcold water والtemperature بتأثر ازاي في الspeed of chemical reaction بتصرع ولا تبطأ تفاعلي ازاي والكاتلت طبعا هي chemical substance او مادة كيميائية هنستخدمها عشان تصرع لنا او تبطأ لنا التفاعل وهنفهم انواعها وفوائدها واستخدمتها النهاردة عايزين نتكلم كده على number one الفاكتور number one اللي اسمه nature of reactant النature of reactant يعني طبيعة المواد اللي انت حطتها يتفعلوا مع بعض الاffect of nature of reactant depend on two factors يعني انا عشان اتكلم عن reactants او المواد اللي انا حطاها تتفعل مع بعض لازم اركز على two points او وجهتين حاجتين هكتلم فيهم عن reactants او المواد المتفاعل ال kind of bonding in reactant with surface area of reactant expose the two reaction يعني اول حاجة kind of bonding يعني احنا عارفين من قوله وتاني عدد دي ان ال compound بتاعت او المادة بتاعتها كلها هتتفاعل الموليكيولز او الجزائيات بتاعتها ممكن تكون مربوطة بربطة الربطة دي اما ionic اما covalent وتوضيح تريع الفرق ما بين اللي اتنين ايه لما يكون ده ionic يعني هو عبارة عن atom metal ووحدة non metal ارتبطوا سوا combine together فده اسمه ionic bond فالionic bond هي ربطة ما بين حاجة metal وحاجة non metal تمام طب ال covalent ال covalent ما بين اتنين non metal اتنين non metal فبين سلميها covalent bond ماشي لازم نبقى عارفين ان في حالة الاionic الاionic حاجة سريعة فالطبيعي ان المواد الاionic compound اللي بتكونين من metal ونن metal هم عبارة عن ions يعني ions واخدين طبعا احنا قلنا الاionic دي ربطة ما بين حاجة metal وما بين حاجة non metal لازم ببقى فهم ان المتل دايما خسرانين يعني دايما لما يخش chemical reaction يعمل لزل الالكترون ويتحول ل positive ion ان المتل العكس دايما كذبانين كل ما يخش chemical reaction tend to gain electrons بيكسب electrons فبيتحول ال negative ion عشان كده ال ionic compound هم عبارة عن ions positive ion بتاعة المتل و negative ions زبته عندنا النظر فدايما ال reaction بتاع الحاجة ionic compound بيكون fast وسريع يبقى خلي بالنا دايما ال compound بتاعي اللي هيخش chemical reaction لو كان ionic يعني ربطة ما بين metal و non metal هيبقى سريع طب لو جال جي فريزون ليه هو fast هقول because they take place between ions قطل التفاعل هيحصل ما بين ال ion دي positive وال negative فهيحصل لها break up أو dissociate completely into ion on dissolving water هتتفكت بسرعة عشان هو التفاعل ما بين ions ال positive ion بتاعة المتال وال negative ion بتاعة non metal هيحصل ما بين ها تفاعل كده سريع وتتفكت فعشان كده reaction بتاع ionic compound بيكون fast أو سريع تعالوا بقى فده طبيعتها كده ده nature of reaction هي طبيعة المادة ال ionic إنها تفاعلها سريع لكن تعالوا معاي على covalent compound اللي هو ربطة ما بين اتنين نون مثل لقينا النمو وسط معظم والاغلبية ال covalent compound reaction بتاعهم بسيط لماذا بقى لإننا هنا ما عنديش ion بالاتنين نون مثل يعني ما فيش حد هيعمل جين وحد هيعمل loose فمش هيكون ion زي أصلا ففي الحالة دي ال reaction هيبقى ويتم ما بين الموليكيول مش ال ion بقى فهيبقى هيبقى بقى ان يتعمل ionized with dissolving water يعني أهم الشيء ان انا بقى فهمة في nature of reaction أو طبيعة المادة اللي انت حاطتها تتفاعل والله في مادة بتتفاعل بسرعة ومادة بتتفاعل ببطء اللي بيتفاعل بسرعة ال ion لأن reaction بيتم between ions لكن ال covalent أصلا بتتفاعل ببطء لأن هما اتنين لنا المثل فما فيش واحدة lose وما فيش واحدة gain فأصلا ما فيهاش ion شغلك بيبقى على الموليكيول أو الوزيئات نفسها عشان كده بتاخد وقت take time فيبقى slow reaction أو تفاعل بطي استقال ده في give reason بيقلي ده reaction between sodium chloride solution and silver nitrate solution is from fast reaction ليه ده fast طبعا ما هو sodium يعني NA و chloride CL ده NA CL NA ده حاجة متل وCL حاجة non متل فال NA positive ion CL negative ion فأنت شغلك على ايونات طيب silver nitrate silver EG وده برضو مثل nitrate NO3 وده بقى radical أو group بتبقى بتاعته minus أو negative فاللي بيحصل ايو خد الاول مع الاخير يعني ايه يعني الان ايه هتيجي مع NO3 انا خدت الاول مع الاخير من اللي بقي لي ال AG مع CL يبقى بيكون لك NA NO3 و AG CL ده بيترصب silver chloride وده salt أو ملح وبيترصب لكن الاول نية اسمها NA NO3 اللي هي sodium nitrate solution فهو حاجة بفيتة ليه لانها شغل الايون positive و negative و ايون يبقى هقول لك تفاعل سريع هقول لك تفاعل بين ايون هي بتتكون او ربطة بتكون تفاعلها ما بين الايون فالتفاعل بيبقى سريع هنوقف هنا عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم اتمنى انتم تذكروا الجزء ده كويس ونذكر انواع التفاعلات والإجزامبلز بتاعتها نخلي بنا جدا عن لانه بيجي في الامتحانات بكذا سؤال او بيجي كتير نخلي بنا من الجراف اللي موجود قدامكم ده المادة اللي الاقي تركزها في zero time يعني في البيجين الاقي تركزها عالي طبعا تبقى هي المادة الرياكتنت اللي اتفعلت لانها في الاخر هتصبح zero المادة اللي لقاها في الاول zero وبعدين في نهاية التفاعل زادت بقى التركيز 100% تبقى دي المادة البرو داكت او الريزالتنت ناتج التفاعل اتمنى انتم تكونوا فهمتوا الجزء دا من الدرس والليسون دا قصير قوي يعني مش هنقسموا كذا part الليسون 1 اتقسم على three parts موجودين ورا بعض بالترتيب وهتلاقوا برضو في علامة الاي اللي تظهر على الفيديو دا لانكات مباشرة توصلكم لتلات اجزاء الفيديو الاول او الدرس الاول يعني الchemical reaction وده من الليسون دا ان شاء الله على خير اتمنى تعملوا لايك للفيديو وكمان تكتبوا لي رأيكم في التعليقات تحت الفيديو في كانت اليوتيوب عشاء الساينز مع السلامة